قضت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية بإدانة مدرس من الجنسية البريطانية وعقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسة آلاف درهم وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة لارتكابه جرائم طلب عطية لنفسه على سبيل الرشوة من طلاب المدرسة التي يعمل بها مقابل تعديل إجاباتهم في أوراق اختبار المادة العلمية التي يتولى تدريسها ورفع درجاتهم فيها بغير وجه حق مما من شأنه الإضرار بالتعليم في دولة الإمارات